علق قانونيون على إساءة النأب مصطفى سند لجهاز المخابرات الوطني واتهمه بأمور كثيرة تتعلق بعمله بلا دليل القانونيون بيّنوا أن الاستعانة بالحجد والفصائل وبجماعات خارجة عن القانون لا تنفع أمام الدولة وسلطتها مبينين أن هذا الأمر وضح من خلال قيام النأب مصطفى سند بإطلاق التهم جزافا وفي وسائل الإعلام باتجاه جهاز أمن وطني وأكدوا أنه باستطاعة جهاز المخابرات مقاضة النأب مصطفى سند وزج به بالسجن بعد اتهامة باطلة طالته من دون أي دليل وأن جهاز المخابرات قادرون على مخاطبة رئاسة البرلمان من أجل رفع الحصانة عن النأب مصطفى سند تمهيدا لمحاكمته على إساءته